وحق علي المرتضى وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبي هؤلاء هم أبناء سقيفة بني ساعدة والذين ساروا على دين من أسس هذه السخيفة لازلت أقرأ عليكم من أكاذيب صحيح البخاري الطبعة هي هي التي قرأت منها عليكم في الحلقات المتقدمة إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي والبخاري متوفى سنة 256 للهجرة مثال من أمثلة الكذب والإفتراء والتحريف والتزييف والتضليل والتدجيل كتاب مناقب الأنصار إنه الكتاب الثالث والستون من كتب صحيح البخاري الباب الأربعون باب قصة أبي طالب رقم الصفحة 681 بحسب الطبعة التي بين يدي ورقم الحديث 3883 يقول البخاري حدثنا مسدد مسدد هذا من مشايخ البخاري الذين يروي البخاري في صحيحه هذا عنهم كثيرا حدثنا مسدد إنه شيخ البخاري بسنده حدثنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بترى مثل ما اتفقنا تعني دينا أبتار وصاحب الدين الأبتري ملعون 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 لأنه لم يسدد أجر الرسالة ولذا فهو يصلي الصلاة البتراء لأنه ملعون ملعون لو لم يكن كذلك وقام بتسديد أجر الرسالة لصلى الصلاة المحمدية الكاملة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب جزء جزء واضح من هذه المودة أن نصلي على العترة الطاهرة حينما نصلي على رسول الله لأنه هو الذي نهان عن الصلاة البتراء هؤلاء أعداء رسول الله الذين يخالفون أمره ويمنعونه أجره لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرر هذا حدثنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك إنه يتحدث عن أبي طالب عن عمه عن عم النبي أبي طالب ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك قال النبي قال عن عمه هو في ضحضاح من نار نحنة الله عليكم أبو طالب في ضحضاح من نار أن أحي الوالدين ما بقيت عاهرة في مكة ومكة كانت تزدحم العواهر فيها ما بقيت عاهرة ولا بقي ابن زانية ولا بقي قواد قذر ولا بقي مأبون إلا ودخل الإسلام وحسن إسلامه وإن الإسلام يجب ما قبله إلا أبو طالب الذي قام الإسلام على أكتافه صلوات الله وسلامه عليه تقولون كيف قام الإسلام على أكتافه من الذي كان حارسا لرسول الله الإسلام يعني رسول الله هذا هو الإسلام هل الإسلام غير رسول الله إذا ألغينا رسول الله هل هناك من إسلام الإسلام هو رسول الله هو أوله وآخره هو ظاهره وباطنه الإسلام هو محمد صلى الله عليه وآله من دون محمد لا يوجد شيء اسمه إسلام من الذي حافظ على محمد ومن الذي حماه ومن الذي نصره وآواه مان ومان 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 قبل بعثته صلى الله عليه وآله وبعد بعثته لو لم يكن أبو طالب لقتل محمد صلى الله عليه وآله ستقولون من أن الله سيحميه الله حماه ولكن أفعال الله تجري بحسب سننه وسنن الله تقتضي أن الأمور تجري بأسبابها فإن الله حما محمدا صلى الله عليه وآله بأبي طالب لولا أبو طالب لما كان هناك من محمد يبعث وينشر الإسلام والدين قام الإسلام على أكتاف هذا العظيم الطاهر المطهر التقي النقي أسس الإيمان على أكتاف هذا الكبير على أكتاف سيد البطحاء على أكتاف والد أمير المؤمنين هذا مات على الكفر وعواهر مكة وقواد مكة وأراذل مكة وسفلة مكة دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم يا أولاد الحرام على هدك فقال النبي عن عمه أبو طالب هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله فإن أبا طالب نقل من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار السؤال الأول الذي يطرح نفسه أنتم أنتم يا أتباع السقيفة بني ساعد هل تعتقدون أن الناس حينما يموتون يدخلون إلى النار أو أنهم يدخلون إلى الجنة قبل يوم القيامة أتحدث عن نار الآخرة وعن جنة الآخرة فأنتم لا تعتقدون بنار البرزخ وجنة البرزخ هذا موجود في أحاديث العترة علماء النجف لا يعتقدون بهذا فكيف تعتقدون أنتم به لأن الأحاديث بالنسبة لمراجع النجف ضعيفة في دين العترة هناك في البرزخ جنة وهناك نار يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على تفاصيل هذه الثقافة إنها ثقافة العترة الطاهرة فأنتم لا تعتقدون بأن الذي يموت سيذهب إلى النار أو أنه سيذهب إلى الجنة لأن هذا لا يكون قبل يوم القيامة فأبو طالب في ضحضاح من النار قبل يوم القيامة أو بعد يوم القيامة هو في ضحضاح من نار هذا التعبير يعني أنه هو في النار الآهم فهل ينسجم هذا مع عقيدتكم وليس هذا مهما نكمل الحديث لكنني سأشرح لكم معنى الضحضاح هو في ضحضاح من نار أساساً هذه هذه الكلمة ترتبط بالماء ولا ترتبط بالنار فحينما يقول رجل اني واقف في ضحضاح فهو واقف في غدير في حوض في مكان يتجمع فيه الماء بالمقدار الذي يغطي قدميه حيث يصل الماء إلى كعبيه يغطي قدميه فقط فحينما يكون الماء المتجمع في مكان من الأرض كغدير صغير كحوض صغير إنه منخفض صغير يتجمع فيه الماء إذا ما وقف المرء فيه فإن الماء يغطي قدميه يصل إلى كعبيه هذا هو الضحضاح في لغة العرب الضحضاح مكان يتجمع فيه ماء قليل إذا ما وقف الإنسان فيه فإنه يغطي قدميه يصل الماء إلى كعبيه فكأن الحديث هنا استعار هذا المعنى للنار وإلا فليس هناك من ضحضاح للنار الحديث يريد أن يقول من أن الموضع الذي يقف فيه أبو طالب في جهنم النار فيه قليلة وإنما نال ما نال أبو طالب بسبب شفاعة النبي إذ أخرجوه من الدرك الأسفل من النار ووضعوه في هذا الموطع فالعباس ابن عبد المطلب يقول للنبي ما أغنيت عن عمك لماذا قال له هكذا فهل أن العباس يعرف أن أبا طالب في نار جهنم من أين علم هذا لا بد أن رسول الله قد أخبره ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا حديث مسدد إنه شيخ البخاري ننتقل إلى حديث آخر 3884 يقول البخاري حدثنا محمود وهو من مشايخه أيضا بسنده عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتا دخل عليه النبي وعنده أبو جهل فقال أي عام النبي يقول لأبي طالب في اللحظات الأخيرة من حياته وماذا يصنع هذا المأبون عند أبي طالب هذا مأبون قريش هذا مصفر أسته هذا الذي كان يصفر فتحة دبره بالزعفران لأجل أن يزين دبره للذين يلوطون فيه هذا خال الخليفة عمر كما يقولون والخال أحد الضجيعين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لا أعتقد أن أبا جهل كان خالا لعمر هم الذين يقولون علماء سقيفة بني ساعد أنا لا أعتقد بهذا هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا لكن علماء سقيفة بني ساعد يقولون إن أبا جهل كان خالا لعمر فماذا يصنع هذا المأبون الذي يصفر فتحة جبره بالزعفران لتزيينها للذين يلوطون فيه معروف بأنه يصفر هذا أمر كان شائعا في قريش وعيره من عيره به الكلام ليس بخصوصه دخل عليه على أبي طالب النبي وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قل هذه الكلمة كي أحتج بها عند الله لأجل الدفاع عنك فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمي هؤلاء عتاة قريش يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ومن قال من أن عبد المطلب مات على ملة قريش على ملة الأصنام على أي حال هؤلاء هؤلاء الكذابون يريدون أن يلحق النقص بالنبي وآبائه وأجداده ألا لعنة الله عليه يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب من أنه يموت على ملة عبد المطلب بحسب ما هم يقولون فإن عبد المطلب مات على ملة قريش على ملة عبادة الأصنام فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه ما لم أنهى عن الاستغفار لك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فهذه الآية نزلت لأن النبي أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأبو طالب من أصحاب الجحيم بنص القرآن بحسب أكاذيب هؤلاء السفلة لعنة الله عليه ونزلت إنك لا تهدي من أحبابت رقم الحديث 3885 صفحة 682 البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن أبي سعيد الخدري بسنده بسند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار أنه سمع النبي وذكر عنده عمه عمه أبو طالب يقصد هذا فقال لعله النبي يقول فولا يدري لعله لأن النبي مثل ما مر علينا أصلا هو لا يدري إلى أي شيء سيقول أمره هو لا يعرف عاقبة نفسه مرت علينا الأحاديث من هذا الكتاب المزبلة لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه صار الحديث هنا من أن عاقبة أبي طالب في ضحضاح من نار وهو يختلف عن الحديث الأول الذي جاء صريحا من أن أبا طالب الآن الآن هو في ضحضاح من نار هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا البخاري وأكاذيبه ودجله وسفالته وهذا مسلم أيضا هذا صحيح مسلم الطبعة هي هي التي قرأت منها في الحلقات الماضية طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي هذا هو كتاب الإيمان الكتاب الأول من كتب صحيح مسلم وهنا الباب التسعون باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه الكلام هو هو النبي ستقبل شفاعته في عمه أبي طالب فينقل من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح في نار جهنم هذا في الباب التسعين هناك عدة أحاديث في الباب الحادي والتسعين باب أهون أهل النار عذابا إنه الحديث خمسمية وواحد وعشرين من الصفحة مئة الصفحة والحديث هو الحادي والعشرون بعد الخمسمائة يقول المسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار تعني دينا ملعونا أبتار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه يا أولاد النعل يا سفل هذا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه هناك الكثير من الأحاديث حول أبي طالب في كتبهم في كتب سقيفة بني ساعد هناك الكثير والكثير من الأكاذيب مثل ما قلت لكم العواهر والزواني والقوادون والمأبونون وأقذر الناس دخلوا في الإسلام وحسن إسلامه وصاروا صحابة وبعد ذلك بأيهم نقتدي فإننا نهتدي وأبو طالب صلوات الله وسلامه وسلامه الذي أسس الدين في بيته أسس الدين في بيته وقام الدين عليه وعلى زوجته الطاهرة فاطمة وبعد ذلك سأعرض أكاذيبهم على القرآن سأمزقها لكم وحق أبي طالب تمزيق وستعرفون أن هؤلاء كفار لأنهم يدينون بدين يتعارض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة مع حقائق القرآن وسأعرض الحقائق بين أيديكم هذه أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم أبو طالب في الدرك الأسفل من النار وتشفع له رسول الله فنقله إلى ضحضاح من النار وهو يلبس في رجليه نعلين جهنميين يغلي دماغه منهما هذا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه هذا الطاهر المطهر هذا التقي النقي هذا الفاضل الكامل هذا أبو طالب الذي قام الإسلام على أكتافه ونشأ الإيمان في حجره صلوات الله وسلامه عليه هذه الأكاذيب والإفتراءات نعرضها على القرآن كي نمزقها كي نمزقها كي تعرف أكاذيب سقيفة بني ساعد نذهب إلى سورة الضحى على المشهور إنها مكية والذي يبدو إنها مكية فهناك من يضع احتمال مدنيتها من أنها مدنية لكن على المعروف هي مكية ولحنها ونظمها وألفاظها تأتي منسجمة مع السياق القرآني المكي لأن السياق القرآني القرآني المدني يختلف يختلف بنحو واضح عن السياق القرآني المكي على أي حال إنها سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الضحى وقت ارتفاع الشمس من النهار قطعا ما قبل الزوال ما بعد شروق الشمس فحينما ترتفع الشمس منيرة ساطعة هذا هو وقت الضحى ما قبل الزوال والليل إذا سجى حينما يشتد الظلام ويعم الهدوء هذا هو هذا هو الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك إنه ما هجرك ولا ابتعد عنك إنه قريب منك لم يغادرك وما قلى وما قلى ولم يبغطك إنه يحبك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه السورة قالوا عنها قالوا عنها قالوا وقالوا قالوا من أن النبي بعد أن أوحي إليه تأخر عليه جبرائيل فظن أن الله قد ودعه قد تركه وأن الله قد أبغضه كلام سخيف سخيف إلى أبعد الحدود لكن هذا موجود في كتب التفسير وموجود في كتب التفسير عند الشيعة وعند السنة من أن الوحي تأخر على النبي فظن ما ظن في أن الله قد هجره قد قلاه قد أبغضه وهناك من قال من أن خديجة هي التي قالت هذا الكلام لرسول الله حينما شك إليها تأخر الوحي قالت فربما ودعك ربك وقلاك تركك وهناك من قال إنها أم جميل أم جميل هذه عمة معاوية إنها أخت أبي سفيان أتعلمون من هي إنها زوجة أبي لهب هذه التي في جيدها حبل من مست أم جميل يقولون من أنها كانت تستهزئ بالنبي فقالت له بعد أن مر وقت لم يتحدث النبي بوحي بقرآن قالت إن شيطانك قد ودعك وقلاك وقالوا وقالوا وكل هذا هراء في هراء له شأن لي بكل هذا لأن المضامين هذه تتعارض مع القرآن نفسه فلا يمكن أن يكون هذا الكلام إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين grille الآية ما قالت وما جعلناك إلا رحمة للعالمين لو أن الآية قالت وما جعلناك إلا رحمة للعالمين يمكن أن الله يجعل محمدا رحمة للعالمين وهو لا يدري يمكن هذا ولكن الآية قالت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الإرسال يعني أن المرسل قد وجه المرسل إلى جهة وإلى هدف وإلى غاية يكون المرسل يكون الرسول عالماً بكل تفاصيلها محيطاً بها لأن الرسول عقل المرسل ولا بد أن يكون هناك تواصل مستمر فيما بين المرسل والمرسل أضرب لكم مثالاً تقريبياً سفير لدولة من الدول هنا في مدينة لندن هذا رسول من قبل تلك الدولة لا بد أن يبقى على اتصال مستمر مع وزارة خارجيته يزودهم بالأخبار ويزودونه بالأخبار يقول لهم ماذا يجري عنده ويقولون له ماذا يجري عندهم وإلا لن يكون رسولاً لن يكون رسولاً لأننا حينما نتحدث عن إرسال نتحدث عن شيء متواصل عن شيء مترابط هذا هو معنى الإرسال معنى الإرسال توجيه ودفع إلى جهة مع التواصل والترابط ومن هنا فإن الرسول عقل المرسل لأن كل الذي في عقل المرسل موجود عند هذا الرسول فعينما يتعامل الآخرون مع هذا الرسول فإنهم يتعاملون مع المرسل هذا هو معنى الرسالة حتى على المستوى العرفي إنني أحدثكم عن معنى الرسالة وفقاً للمعاني اللغوية لا أحدثكم عن الرسالة بمعناها العقائدي أحدثكم عن الرسالة بالمعنى اللغوي ضمن سياقات الأدب العربي هذا هو معناها أما إذا أردنا أن ننقل الكلام إلى الجانب العقائدي وإلى الجهة الغيبية في الجانب العقائدي فإن الكلام سيأخذ اتجاها عميقاً جداً حينئذ سيأتي كلام إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك حينئذ سيكون معنى الرسالة والنبوة والإمامة أتحدث عن محمد وآل محمد فقط لا شأن لي ببقية الأنبياء حينما أذكر كلام صاحب الأمر أما المعنى اللغوي فإنه ينطبق على كل الأنبياء لكنني حينما أتحدث بمضمون دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا فإنه خاص بمحمد بمحمد وعلي وفاطمة وولد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى الحجة بن الحسن العسكري قائم آل محمد إنهم المعصومون الأئمة السادة الأربعة عشر فما كان من بيان لمعنى الرسالة والإرسال وفقا للأدب العربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الرسول الذي تتحدث عنه هذه الآية يعرف مضمون الرسالة هذه وهذه ما هي برسالة اللفظية هذه رسالة الفيض الإلهي هذا هو الفيض الإلهي المقدس والأقدس هذا محمد هذا محمد في عمق حقيقته الواسعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وما محمد إلا عنوان لها الرحمة التي وسعت كل شيء إنها الحقيقة المحمدية التي إسمها وعنوانها وعنوانها وبابها وكل أسبابها محمد صلى الله عليه وآله فهو عالم ومحيط وملم وعارف ومطلع وكل أسرار الرحمة الواسعة في عقله وقلبه فعلمه بسعة هذه الرحمة فمحمد لا يحتاج إلى الواحي لا يحتاج إلى الواحي قد تقولون وما حكاية الواحي تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة لكنني بالإجمال أقول لكم الوحي أمر تنظيمي الوحي أمر في سياق المظهر البشري لنبوة محمد صلى الله عليه وآله أضرب لكم مثالا تقريبيا والأنثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه ولكن لماذا أصنع حينما يكون الحديث عن معاني غيبية حقيقية واسعة كيف أقرب معناها وهذا هو أسلوب القرآن لقد اعتمد أسلوب الأمثلة القرآن ضرب الكثير من الأمثلة لأجل أن يقرب لنا المعاني رئيس جمهورية في دولة متقدمة لا أتحدث عن دولنا في دولة متقدمة إنه حينما يبدأ عمله كل يوم يلتزم بالوقت الذي يحدد للموظفين هناك وقت يحدد لموظفي الدولة إنه يعتبر نفسه وهو كذلك ليس اعتباراً إنه حقيقةً موظف في الدولة وليس رباً كما يفعل الرؤساء في الدول العربية والإسلامية إنه موظف يلتزم بالوقت ولا بد أن يسجل حضوره أتعلمون أن جناحاً في البيت الأبيض لا يحق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يدخل فيه هو خاص بالموظفين لا يحق له والرئيس الأمريكي يدخل إلى البيت الأبيض ويخرج منه بعد انتهاء رئاسته وهو لم يدخل إلى ذلك الجناح في البيت الأبيض الذي يعيش فيه في البيت الأبيض هناك جناح لمعيشته ومعيشة أسرته وهناك جناح خاص به مكتبه الخاص وهناك جناح يخص مساعديه وهناك جناح خاص بقسم من الموظفين لا يحق للرئيس الأمريكي أن يدخل في ذلك الجناح فإذا ما دخل فيه فإنه قد خالف القوانين فعلى رئيس الدولة المتقدمة أن يأتي في وقت معين وأن يسجل حضوره وأن لا يترك محل عمله إلا عند انتهاء الوقت الرسمي للدوام بحسب القوانين وهناك إجراءات لا بد أن يتبعها يوميا لكنه في الوقت نفسه عنده صلاحيات يستطيع أن يتجاوز كل هذا بل يستطيع أن يجعل الموظفين الذين هم في دائرته في مكتبه أن يتجاوز كل هذه القوانين في ظروف معينة هو يمتلك السلطة لكنه يمارسها في ظروف معينة للتنظيم وللترتيب ولأجل أن يكون قدوة وأسوة قانونية لا بد أن يلتزم بكل هذه الإجراءات فالتزام الرئيسي بهذه الإجراءات ضروري عملية الوحي تأتي في هذا السياق النبي الأعظم أرسل رحمة للعالمين فعقله بسعة هذه الرحمة وقلبه بسعة هذه الرحمة وحينما يكون عقله بسعة هذه الرحمة وقلبه بسعة هذه الرحمة فإنه محل لعطاء الله وأول عطاء فاض الله به عليه العلم وسيكون العلم بحدود القابل وهذا القابل لا حدود له بسعة هذه الرحمة فعلمه يسع كل شيء مثلما رحمته تسع كل شيء فهو لا يحتاج الوعي حتى ينقطع الوحي عنه وحينئذ يصيبه ما يصيبه من الحزن والأذى من أن ربه قاد هجره وقلاه هذا الكلام لا يأتي منسجما مع منطق القرآن وأنا لا أستطيع أن أشرح كل شيء في هذه العجالة إنما أخذت هذه الآية مثالا وليس تحقيقا إذا كنت في مقام التحقيق فإنني سأذهب إلى عدد كبير من الآيات تبين هذا المعنى بنحو واضح إنما أخذت الآية هذه على سبيل المثال على سبيل الأنموذج من أن الذي يتحدث عنه المفسرون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله تأخر عنه الوحي فأصابه ما أصابه من الحزن والأذى هذا هراء يتعارض مع منطق القرآن محمد رحمة لكل العالمين للوجود كله فقلبه بسعة العالمين وعقله بسعة العالمين الذي أرسله هو الذي صنعه هكذا لست أنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عقله بهذه السعة وقلبه بهذه السعة وروحه بهذه السعة وقدرته وولايته بهذه السعة وقرآنه كذلك في حقيقته لذا فإن قرآنه تبيان لكل شيء ليس محدودا في هذه الألفاظ هذه الألفاظ صبت لي ولكم في قالب عربي محدود إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهل تعقلون وكيف تعقلون وأنتم تأخذون دينكم من هذه المزابل من هذه الكتب التي كلها أكاذيب وافتراءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حقيقة محمد حقيقة لا حدود لها هذه هي الرحمة التي وسعت كل شيء فعقله بهذه السعة وقلبه بهذه السعة النتيجة واضحة علمه بهذه السعة الذي يكون علمه بهذه السعة يحتاج إلى وحيين يحتاج إلى جبريل يحتاج إلى ملائكتين إنما الذي يجري في منظومة الوحي هو جزء من سياق تنظيمي يرتبط بالجهة البشرية التي تتواصل مع الناس وفقا لمداراتهم لو لم يكن هذا النظام لقالوا من أن الدين من عند محمد بما هو شخص عادي هكذا سيقولون ومع منظومة الوحي بكل تفاصيلها والتي كان المسلمون يرون آثارها الحسية بأم أعينهم ومع ذلك هناك من يقول من أن هذا شيطان وهناك من يقول من أن هذا ساحر أو أنه قد سحر وهناك من يقول من أن سلمان الفارسية هو الذي علمه القرآن وهناك وهناك فأنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة إذن هذه السورة تتحدث عن أي شيء السورة تتحدث مجيبة ورادة على كلام الذين يقولون من أن رب محمد قد قطعه نحن لا نستطيع أن نشخصهم منهم هذا كلام كان يتردد في أجواء مكة إنهم الذين يريدون أن يلحق النقص برسول الله فحينما يتوقف رسول الله عن بيان الوحي عن بيان القرآن فماذا يقولون يقولون هجره شيطانه هجره ربه الذي يدعي أنه ربه فهذا الكلام لفظان يخاطب رسول الله معنان يخاطب الذين يقولون ما يقولون من ترهاتهم هذه القرآن بحسب قواعد العترة نزل بإياك أعني واسمعي يا جار والضحى والليل إذا سجى الضحى حينما يكون النهار مشرقا الشمس في غاية السطوع والليل إذا سجى حينما يكون الظلام شديدا حالتان متضادتان لماذا أقسم الله بهذا القسم والضحى محمد موجود في الضحى والليل إذا سجى محمد موجود في الليل إذا سجى الآيات تريد أن تقول لمحمد وحق الضحى الذي أنت فيه موجود وحق الليل إذا سجى الذي أنت فيه موجود ما هو الدعك ربك وما قلى إنه على اتصال وتواصل معك في كل ثانية من الوقت في وقت الضحى حيث يكون ضوء الشمس ساطعا مشرقا منيرا وحينما يكون الظلام حندسا حالكا فإن الله يتواصل معك ما هو ببعيد عنك ولا أنت ببعيد عنه وهذا ما هو بإخبار لمحمد صلى الله عليه وآله لأن محمدا لا يجهل هذا فهل يجهل نفسه وهو يعلم من نفسه أن عقله متصل بالله وأن قلبه متصل بالله وأن روحه متصلة بالله وأن لا شيء في وجوده إلا وهو متصل بالله وأن الله متصل به حينما أشعر بالبرد هل أحتاج أن يخبرني أحد من أنني أشعر بالبرد وحتى لو أخبرني ما قيمة إخباره بالنسبة إلي فأنا أشعر بالبرد في نفسي وحينما أشعر بالجوع هل أحتاج إلى أحد يخبرني من أنني جائع وماذا أصنع بإخباره إذا أخبرني بأنني جائع كي يسمع شخصا لأجل أن يجلب لي الطعام ستكون المنفعة من هذه الجهة لأن شخصا سيعلم بجوعي وسيجلب لي الطعام أما بالنسبة لي على مستوى علمي لا أنتفع شيئا لأنني أعلم بجوعي بنحو يكون أكثر من علمه بجوعي فهذا علم حضوري المعلومة حاضرة بنفسها عندي بينما علمه علم حصولي صورة المعلوم حاضرة في رأسه وفارق كبير بين العلمين هذا ما هو بعلم هذا خيال علمي العلم الحقيقي هو شعوري بالجوع أما هذا علم صوري هذه صورة للمعلومة في ذهن الذي يخبر عن جوعي بعد أن علم به فمحمد صلى الله عليه وآله لا يحتاج هذه الإخبارات وإنما الإخبارات هذه يحتاجها الذي يحتاجها أنا أحتاجها أنا أحتاجها أنا أحتاجها مثل ما احتجتها الآن كي أرد على أكاذيب البخاري ومسلم على أكاذيب السقيفة بني ساعدة على أكاذيب مسدد هذا من شيوق البخاري وغيره من الكذابين الآخرين أكانوا هم كذبوا الأحاديث أم نقلوها عن الصحابة الكذابين والضحى والليل إذا سجى وهذا الضحى صار مقدسا لأن محمدا فيه وهذا الليل حينما سجى صار مقدسا لأن الله أقسم به هذه واو القسم والضحى وحق الضحى قسما بالضحى والضحى والليل إذا سجى قسما بكل ثانية من وقتك يا محمد قسما بوقتك في الضحى وبوقتك في الليل إذا سجى ما ودحك ربك وما قل هذا بيان لي كي أعرف العلاقة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وآله وللآخرة خير لك من الأولى هذا يعرفه محمد إلا إذا كنت أعتقد بدين البخاري وبدين سقيفة بني ساعدة من أن محمد صلى الله عليه وآله لا يعرف عاقبة أمره مثل ما قرأت عليكم من أكاذيب البخاري في الحلقات المتقدمة محمد يعرف أول الأمر وآخرة هذا إخبار لي إخبار للأمة وللآخرة خير لك من الأولى وهنا لا متوكيد لتأكيد هذا المعنى وهذا واضح فإن الزمان المتقدم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله يكون أفضل من الزمان الذي انتهى وتأخر فيما يرتبط ببرنامج رسالته فزمان فزمان ما بعد البعثة أفضل من زمان ما قبل البعثة تهيأت الأسباب لأن يبدأ النبي بتبليغ دينه وإلا فالنبي كان عالما بدينه قبل البعثة وكان يدين بهذا الدين النبي الأعظم كان على دين الإسلام منذ بدايته منذ بدايته كان على دين الإسلام فالنبي كان على دين الإسلام وكان عالما بالقرآن وكان عالما بكل شيء قبل البعثة إلا أن البعثة ترتبط بالناس ترتبط بالأمة ترتبط بالمجتمع فزمان ما بعد البعثة أفضل من زمان ما قبل البعثة وزمان ما بعد الهجرة أفضل من زمان ما قبل الهجرة وزمان ما بعد بيعة الغدير أفضل من زمان ما قبل بيعة الغدير القرآن هو الذي يقول لست أنا إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فتبليغ الرسالة في أكمل صورة متى تحقق تحقق في بيعة الغدير فزمان ما بعد بيعة الغدير أفضل من زمان ما قبل بيعة الغدير ولذا في السورة نفسها في الآية الثالثة بعد البسملة بعد أن تمت بيعة الغدير اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الإسلام لم يكن دينا مرضيا قبل بيعة الغدير وإنما كان الإسلام بمثابة مقدماته المرحلة كانت بمثابة تمهيد ولذا فإن مرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة ومرحلة ما بعد الغدير نسخت مرحلة ما قبل الغدير وللآخرة خير لك من الأولى وهكذا يأتي زمان الظهور وزمان الظهور هو أفضل من زمان الغيبة وتأتي الرجعة وزمان الرجعة أفضل من زمان الظهور إلى أن يحين الوقت الأعظم إنها الدولة المحمدية العظمى إنها جنة الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك ولكن الحديث هنا عن الدنيا لأن الرسالة هي للدنيا وليست للآخرة الآخرة لها شأنها ولها رسالتها ولها أمرها ولها قوانينها ونحن هنا نتحدث عن الدنيا التي أضحى والليل إذا سجى من أجزائها من أجزاء هذه الدنيا فليس في الآخرة من ليل الليل هنا وليس في الآخرة من ضحى الضحى هنا الآخرة لها قوانينها هكذا حدثونا وأخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أتحدث عن العترة الطاهرة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك في عترتك الطاهرة إن أعطيناك الكوثر يعطيك في عترتك الطاهرة ويعطيك في أمتك المخلصة إنهم الذين يكونون على دين عترتك الطاهرة لا على دين سقيفة بني ساعدة ولا على دين سقيفة بني طوسي ولسوف يعطيك ربك فترضى كل هذا مقدمة وصلت الآن إلى الآية التي تنسف هذه الأكاذيب التي قرأتها عليكم قبل قليل من صحيح البخاري وصحيح مسلم إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الضحى ألم يجدك يتيماً فآوى ألم يجدك يتيماً يتيماً بالمعنى المتعارف بالمعنى المتعارف الذي فقد أحد أبويه أو فقدهما جميعاً ونبينا صلى الله عليه وآله توفي أبوه عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو في رحم أمه لم يولد بعد حملت به أمه الطاهرة المطهرة آمنة صلوات الله عليها وفي فترة الحمل توفي عبد الله الطاهر المطهر والد النبي صلى الله عليه وآله وبعد أن أنجبته أمه آمنة بعد سنتين توفيت أمه فحينما بلغ السنتين صار فاقداً لأبيه وأمه فعاش في كنف جده الطاهر المطهر عبد المطلب وبقي مع جده عبد المطلب إلى أن بلغ السنة الثامنة توفي عبد المطلب فانتقل أمر نبينا صلى الله عليه وآله إلى عمه أبي طالب وبقي في كنف أبي طالب إلى زمان بعثته وحتى بعد بعثته إلى اللحظة التي فارق فيها أبو طالب الدنيا ولذا هاجر النبي بعد وفاة أبي طالب مباشرة هاجر النبي صلى الله عليه وآله لأن حارسه وحاميه قد غادر الدنيا انتهت الفترة الزمانية المكية علامتها موت أبي طالب لابد أن يهاجر فهاجر رسول الله عرفتم الآن حينما قلت لكم قبل قليل من أن الإسلام قام على أكتاف أبي طالب وسأعود إلى هذه النقطة سأعود إليها وسأتحدث عنها بالتفصيل لكنني الآن بصدد عرض هذه الأكاذيب والقذارات التي قرأتها عليكم من صحيح البخاري وصحيح مسلم على قرآن محمد صلى الله عليه وآله فمحمد يتيم بهذا المعنى اللغوي المعروف لغة تأريخا محمد صلى الله عليه وآله كان يتيما كما بيّنت لكم قبل قليل لاحظوا الخطاب في سياق الآيات السابقة الله هنا يقسم بهذا الخسم الجميل هذه صورة أدبية جميلة والضحى والليل إذا سجى الضحى حينما تكون الشمس ساطعة في كبد السماء والناس في قمة نشاطهم والليل إذا سجى حينما يشتد ظلام الليل والناس في غاية الهدوء إنهم نيام صورة جميلة من هذه الدنيا التي نعيش فيها والضحى والليل إذا سجى يا محمد قسما بكل ثانية من وقتك فكل ثانية أتواصل فيها معك وتتواصل فيها معي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع إن ربك لم يودعك إن ربك لم يهجرك وإن ربك لا يبغضك ما ودعك ربك وما قلع إنه يحبك أنت الحبيب أنت الحبيب الأعظم وللآخرة خير لك من الأولى إن حبي لك ستظهر آثاره في الذي سيجري على أرض الواقع لأن الآخرة ستكون خيرا لك من الأولى هذا إخبار لي محمد عالم بذلك هذا إخبار لي كي أتحسس جمال التعبير حينما أقرأ الآية ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى إنه ما قال له ألم يجدك يتيما فجعلك عند عمك أبي طالب وعند جدك عبد المطلب قبل ذلك لكن الإيواء الحقيقية كان عند أبي طالب الفترة الزمانية الطويلة كانت مع أبي طالب والمرحلة الحساسة ما بعد البعثة كانت مع أبي طالب الإيواء الحقيقي بالدرجة الأولى في هذه الآية مع أبي طالب وإن كان الإيواء ينطبق على الفترة التي عاشها رسول الله مع جده عبد المطلب ولا يوجد فارق بين عبد المطلب وأبي طالب وإن كان أبو طالب أعلى شأنا بكثير من أبيه عبد المطلب هذا أبو طالب هذا أبو طالب هذا سيد الأنوار هذا علم الهداية والمعرفة والعلم ستتضح الحقائق لكم ألم يجدك يتيما فآوى فإن الله نسب الإيواء إليه فجعل إيواء أبي طالب إيواء ستتلمسون هذا الفارق حين أقرأ عليكم ما جاء في سورة الأنفال في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال وهي تأتي في سياق مخاطبة الذين آمنوا في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وتستمر الآيات إلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض متى حينما كانوا في مكة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض يا أيها الذين آمنوا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بعد الهجرة وما جرى كذلك فيما يرتبط ببيعة الغدير وما بعدها واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قد تقولون من أن الآية أيضا خاطبت الذين آمنوا من أن الله آواهم فجعل الإيواء الذي حصلوه جعله من قبله ولكن إذا ذهبنا إلى بقية الآيات في سورة نفسها في سورة الأنفال في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إذن عملية الإيواء نسبها الله إلى الأنصار الآية واضحة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَأُولَاءِ هُمُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي مَكَّةِ وَخَاطَبَهُمْ بهذه الآية وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هذا الإيواء بينه في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة من سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض فبين أن الإيواء كان بفضل الأنصار وكذلك في الآية الرابعة والسبعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم في أبي طالب لم يرد ذكر له لأن الله سبحانه وتعالى جعل إيواء أبي طالب لرسول الله بمنزلة إيواء الله نفسه فصارت نسبة الإيواء إلى الله فقط ولا يقول قائل لأن أبا طالب كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى نسهب الإيواء إلى نفسه وما نسبه إلى أبي طالب فهل يعقلوا أن أتباع النبي حينما يخاطبهم الله من أنه آواهم فإنه يجعل إيواءهم بسبب أناس مؤمنين وسيد الكائنات يكون إيواءه عند رجل كافر عند قوم كافرين ثم ما الذي يجبر هذا الكافر أن يواجه الناس كلهم إلى آخر لحظة في نصرة هذا النبي ما الذي يجبره الحكاية طويلة الآية واضحة وواضحة جدا ألم يجدك يتيما فآوى قطعا هذا الكلام كله إذا كان المراد من اليتيم الذي فقد أبويه لكن الآية لا تتحدث عن هذا في رواياتنا وأحاديثنا فإن اليتيم هو الذي لا نظير له ومحمد هكذا محمد لا نظير له مثل ما يقال عن الدرة التي لا شبيه لها إنها درة يتيمة يتم العمر قطعه وقيل لليتيم يتيما لأنه قد انقطع عن أبويه الموت قطعه عن أبويه فقيل له يتيم اليتيم هو المنقطع فلأن الموت قطعه عن أبويه قيل له يتيم الدرة المنقطعة التي لا مثيل لها يقال لها درة يتيمة هناك شعراء عرف عنهم تأريخيا بحسب المدونات من أنهم لم ينظموا إلا قصيدة واحدة فلذا يقال لهم شعراء القصيدة اليتيمة هناك قصيدة يتيمة لهذا الشاعر لا توجد قصيدة ثانية له إنها قصيدة منقطعة عن القصائد محمد هو الحقيقة اليتيمة مثل ما نقول الدرة اليتيمة وحينئذ سيكون المعنى عميخا جدا فهذه الدرة الإلهية اليتيمة تحتاج إلى خزانة لا تماثلها خزانة وهذا يشير إلى أن أبا طالب هو الأشرف والأشرف بين كل الذين كانوا على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وآله وعليا قطعا لأن عليا نفس محمد ولأن محمدا وعليا وفاطمة هؤلاء سادة الوجود وأئمة الأئمة باستثناء هؤلاء فإن أبا طالب كان هو الأشرف الخزانة الأشرف للدرة الأشرف وهذا هو اليتيم الحقيقة المنقطعة التي لا نظير لها ولا مثيل لها هذا هو محمد صلى الله عليه وآله الدرة الإلهية اليتيمة التي جعل الله لها خزانة لا تماثلها لا تماثلها أية خزانة في الأرض في شرفها وكرامتها وطهرها ونقائها هذه الخزانة بيت أبي طالب والسيدة الرضية المرضية الطاهرة المطهرة فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها التي كان يخاطبها محمد المصطفى يا أم إنها أمه نذهب إلى فاصل هناك إشارة لطيفة جدا في هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى فنسب الإواء إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يقول من أن إواء أبي طالب هو هذا إواءك إلى آخر الخط فليس هناك من مأوى آخر هذا هو المأوى الذي أريده لك ولذا بقي مع عمه أبي طالب إلى آخر لحظة من حياة أبي طالب صلوات الله عليه لأن المأوى إذا أردنا أن ننظر إلى دقة هذا التعبير فإن المأوى هو المكان النهائي في سورة النازعات من الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها من الآيات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هذا هو المكان النهائي آخر الخط هنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذا هو آخر الخط وفي سورة النجم فإن أشرف الأمكنة عبرت السورة عنه بأنه جنة المأوى في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى هذا أعلى مقام ما بعد سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه النهايات يرمز إليها بهذا العنوان بجنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى المأوى المكان النهائي المنتهى وكان المأوى في المرحلة المكية التي كانت تحتاج إلى مأوى كان المأوى مع أبي طالب صلوات الله عليه قبل البعثة منذ أن توفي عبد المطلب وكان النبي في السنة الثامنة إلى أن بلغ الأربعين وبدأت البعثة ومن يوم البعثة إلى يوم وفاة أبي طالب انتهت مرحلة الإيواء في مكة وبدأت مرحلة الهجرة تأسس الإسلام واكتمل تأسيسه على أكتاف أبي طالب فهل تأسس الإسلام على أكتاف رجل كافر بعد الشفاعة يكون في ضحضاح من النار ألا لعنة الله عليكم ألا لعنة الله عليكم وعلى دينكم وأكاذيبكم وضلالكم عودوا إلى سورة الضحى وقفوا طويلا عند هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى يا محمد إنني أنعمت عليك نعيما عظيما فهل أنعم عليه أن جعله عند عم كافر الله سبحانه وتعالى أتم النعمة على محمد في جميع الاتجاهات بعد بيعة الغدير هكذا قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لقد أتم النعمة على أمته فكيف لا يتم النعمة علي اليوم أكملت لكم دينكم هذا الكلام ليس لمحمد صلى الله عليه وآله هذا لي ولكم هذا للأمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهل تكون النعمة تامة علي ولا تكون النعمة تامة على محمد النعمة تامة على محمد في جميع أحواله ألم يجدك يتيما فآوى إنني آويتك في مكان هو أحب مكان إليه هكذا يريد الله أن يقول له لأن الكلام يشعرنا بأن الله يحتج على محمد بنعمه وهذا أسلوب مدارات من الله كي نفهم المعنى نحن وإلا فإن محمد صلى الله عليه وآله لا يحتاج لمثل هذا الخطاب من الله فهل أن محمد بحاجة إلى خطاب من الله كهذا الخطاب كي يتذكر نعم الله هل كان محمد ينسى هل كان محمد غبيا هل كان محمد جهولا هل كان محمد لا يعرف ربه حتى يحتاج إلى أن الله يحتج عليه بمثل هذا الكلام هذا خطاب لفظي له والمضمون لي ولكم كي نعرف منزلة محمد عند الله وبعبارة دقيقة كي نعرف منزلة أبي طالب عند الله وعند رسوله وكي نعرف عظيم ما قام به أبو طالب هذه النعمة العظيمة التامة يحتج الله بها على محمد صلى الله عليه وآله ألم يجدك يتيما فآوى إذا إذا كان أبو طالب كافرا لن تكون هذه النعمة تامة حتى يحتج الله بها على رسول الله لأن رسول الله يمكنه أن يقول إنك آويتني عند كافر قد يقول قائل من أن موسى نشأ في قصر فرعون موسى نشأ في قصر فرعون لأن فرعون سيقتله لولا أن الله سبحانه وتعالى رتب له هذا البرنامج فإن فرعون سيقتله ومع ذلك فإن موسى لقي ما لقي في قصر فرعون حينما أراد أن يقتله فقالت آسيا لفرعون إن موسى طفل صغير لأن موسى جر فرعون من لحيته ونتف لحيته نتف لحية فرعون فغضم فرعون وأراد أن يقتل موسى فآسية قالت له هذا طفل صغير تعال كي نجربه فقدموا له تمرا وجمرا موسى أراد أن يأخذ التمر لكن جبرائيل حرف يده حرف يده فجعله يأخذ الجمر ويطقله في فمه مما سبب له مشكلة في الكلام والحديث وبعد ذلك ارتفعت هذه المشكلة حينما بدأت رسالته وبعثته لقي ما لقي موسى في قصر فرعون وأعيد إلى أمه من التي أرضعته التي أرضعته أمه لأن الله حرم المراضع عليه تكوينيا تكوينيا فما استطاعت مرضعة أن ترضعه ولا استطاع هو أن يأخذ الحليب من ذدي أي امرأة فرجع إلى أمه وتربى في بيت أمه ولكن وجوده في بيت فرعون لحمايته وهل تعلمون أن آسية زوجة فرعون لم تكن من قوم فرعون كانت إسرائيلية من قوم موسى برنامج إلهي مرتب فآسية بنت مزاحم كانت إسرائيلية لم تكن من قوم فرعون ولا من عشيرته كانت من بني إسرائيل الحديث الحديث ليس عن موسى ولكن ني أورد هذه المطالب لأجل أن لا يقول قائل من أنني ما غطيت الموضوع من جميع جهاته مع أن الوقت ضيق خلاصة الكلام خلاصة الكلام محمد حقيقة يتيمة ليس لها من نظير درة طاهرة فاخرة يتيمة هذه درة الله على الأرض لابد أن يحفظها في أشرف خزانة وهل هناك من خزانة تكون أشرف من أبي طالب وفاطمة بنت أسد هذه الخزانة الأطهر على وجه الأرض وهنا كان الإيواء ولذا فإن الله يحتج على محمد بأنه آواه في أشرف مكان وفي أعظم مكان وفي أحسن مكان ألم يجدك يتيما فآواه لو كان هناك متسع من الوقت لذهبت مع السورة إلى آخرها لكنني أكتفي بهذا لأنه يرتبط بموضوع الحلقة فأين تضعون هذه الأكاذيب أمام هذا القرآن الواضح أمام هذا القرآن البيّن أين تضعون أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم وأكاذيب الباقين من صحابة الشؤم وتابعي الضلال تابعي سقيفة بني ساعدة أين تضعون أكاذيبهم في مواجهة هذا القرآن الواضح الساطع البيّن تدبروا وقفوا عند هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى إن الله يحتج عليه بأعظم عبد المطلبي نشأ الإسلام طالب هو من أسس الإسلام في مكة وولده علي هو من أسس الإسلام في المدينة وهو الذي صار أصل الإسلام بعد رحلة محمد عن هذه الدنيا قتيلا مسموما قتله من قتله من المجرمين والمجرمات يا علي يا علي يا علي محمد يقول له أنت أصل الدين ثم يقول له بعد ذلك وأنا أشهد لك بهذا نذهب إلى فاصل أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من خلال عرض أحاديث صحيح البخاري ومسلم بخصوص سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حيث عرضتها على سورة الضحى وبيّنت لكم ما استطعت أن أبينه فيما يرتبط بالآية السادسة بعد البسملة من هذه السورة ألم يجدك يتيما فآوى وصار واضحا أن الأحاديث كذب في كذب في كذب مثل ما هو في العنوان وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا بكاذبين لازلت في أجواء القرآن لتسليط الضوء في الاتجاه نفسه وإن كان الذي تقدم من كلام يكفينا في سورة الشعراء في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المائتين بعد البسملة وما بعدها وتوكل على العزيز الرحيم الخطاب لرسول الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم هل أن رسول الله لا يدري بأن الله يراه حين يقوم أو أنه لا يتوكل على العزيز الرحيم حتى يأتي الأمر إليه مثل ما قلت لكم القرآن نزل بلساني إياك أعني واسمعي يا جار الألفاظ توجه لرسول الله والمعنى لي ولكم فإما أن يكون الأمر صادرا لي ولكم كي نعمل وإما أن يكون الكلام موجها لي ولكم كي نعرف الكلام موجه لنا هنا كي نعرف وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد فسرها فسرها في كتب التفسير عند الشيعة والسنة فسرها وتقلبك في الساجدين ما بين المؤمنين في ركوعهم وسجودهم في صلاتهم إنها صلاة الجماعة هكذا فسرها الذي الذي يراك حين تقوم حين تقوم في صلاتك ويقوم معك المؤمنون في صلاة الجماعة ويركعون معك ويصلون بصلاتك وبعد ذلك تسجدون جميعا فأنت تتقلب بين هؤلاء الساجدين ولا أدري ما معنى أن يتقلب بين هؤلاء الساجدين ولكنهم فسروا الآية هكذا فسرها بصلاة الجماعة وبأنه بين المؤمنين بين الصحابة الراكعين الساجدين في صلاتهم فهو يتقلب فيما بينهم كيف يتقلب لا أدري هل هذا التقلب حسي فلا وجود لتقلب حسي على أرض الواقع في صلاة الجماعة أيام رسول الله فهل أن رسول الله كان يتقلب بشكل حسي فيزيائي بين المصلين هذا الكلام لا وجود له هل هو تقلب معنوي وما المراد من ذلك كيف يتقلب رسول الله تقلبا معنويا بين المصلين كلام نورا ولكن هذا الذي أثبته في كتب بالتفسير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك حين تقوم حين تقوم في المقطع الزماني الذي كنت فيه موجودا بعد الولادة في مكة والمدينة إنها الحياة الدنيوية لرسول الله وأما التقلب في الساجدين الساجدون آباؤه الطاهرون وأمهاته الطاهرات إنه التقلب في الأصلاب في الأصلاب الساجدة أقرأ عليكم مما جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافق متوفى سنة تسعمية وهدعش للهجرة وهذا هو الجزء السادس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المائتين في بياني ما جمعه من النصوص ومن الكلام في تفسير الآية وتقلبك في الساجدين يقول السيوطي وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فقلت ابن عباس يسأل النبي بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة حينما كان آدم في الجنة فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال أني كنت في صلبه في صلب آدم وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم ولم يلتقي ولم يلتقي أبوايا قط على سفاح السفاح والزنا ولم يلتقي أبوايا قط منذ زمن آدم إلى أن ولدته آمن من أبيه عبد الله ولم يلتقي أبوايا قط على سفاح لم يزل الله ينخلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان في الأصلاب والأرحام إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام هداني وبين في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل شيء من صفتي في شرق الأرض وغربها وعلمني كتابه ورقى بي في سمائه وشق لي من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوط وأعطاني الكوثر وأنا أول شافع وأول مشفع ثم أخرجني في خير قرون أمتي وأمتي الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الحديث واضح حديث رسول الله نقله لنا ابن عباس وأثبته جلال الدين السيوطي في الدر المنثور خلاصة القول هنا لم يزل الله ينخلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما فهذا محمد صلى الله عليه وآله ينتقل ما بين الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة وهكذا نخاطبه في زيارته ونخاطب الأئمة من عترته بنفس الخطاب كلامنا عن محمد صلى الله عليه وآله هذا في الدر المنثور للسيوط الشافعي الكلام هو هو في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة هذا معاني الأخبار والطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين بعد المئة الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الصلاة المحمدية الكاملة لكما كنت أقرأ عليكم من الدر المنثور فهناك الصلاة بتراء والصلاة البتراء تعني دينا أبتر فابحثوا ابحثوا ابحثوا عن الدين الكامل اليوم أكملت لكم دينكم علامته الصلاة الكاملة لا تصل علي الصلاة البتراء علامة الدين الأبتر هذه علامات واضحة لا تحتاج إلى براهين لا تحتاج إلى براهين اليوم 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 إنه يوم الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وهنا الصلاة كاملة صلى الله عليه وآله هذا كتاب الصدوق رضوان الله تعالى عليه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله يا شباب السنة كم علموكم أن كتب الحديث عند الشيعة أكاذيب الأكاذيب في كتب السنة والعلامة الصلاة البتراء والصدق في كتب الشيعة أتحدث عن شيعة العترة لا أتحدث عن شيعة مراجع النجف وكربلا تفعل هؤلاء المراجع وحلى شيعتهم إنني أتبرأ منهم لا علاقة لي بهم إنني أتحدث عن شيعة العترة شيعة العترة الطاهرة كتب حديثهم كتب الصدق والعلامة الصلاة الكاملة صلى الله عليه وآله حينما يذكرون محمدا يقولون صلى الله عليه وآله وعلامة الدين الأبتر في كتب الحديث في المدرسة السنية في السقيفة السنية في الأجواء السنية هذه كتب الدين الأبتر لأنها تصلي على رسول الله الصلاة البتراء وهي تعلن العداء لرسول الله لأنها ترفض دينه ولأن رسول الله يرفض دينه لم يسهددوا إلى الرواية في كتاب معاني الأخبار للصدوق كم كنتم يا شباب السنة تحتقرون كتب الشيعة كتبكم التي هي أهل للاحتقار لأنها كتب الأكاذيب ولأنها الكتب التي تتعارض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة وهذه الحقائق بين أيديكم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أين كنت وآدم في الجنة الكلام هو هو الذي قرأته عليكم من الدر المنثور للسيوط عندنا في الأمثال الشعبية يقولون يفوتك من الشذاب صدج شثير وهذا مثال من الأمثلة يفوتك من الشذاب صدج شثير يعني إذا كنت لا تدقق فيما يقوله الكذاب وترفض كلامه فإن كلاما صادقا سيقوله الكذاب الكذاب ليس دائما يكذب في بعض الأحيان يقوله صدقا فعليك أن تدقق في الكلام وهذا منطق القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا سئل رسول الله أين كنت وآدم في الجنة قال كنت في صلبه وهبط بي إلى الأرض في صلبه وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في النار في صلب إبراهيم لم يلتق لي أبوان على سفاح قط الحديث دقيق وبليغ أدق وأبلغ في كلماته من الذي قرأته عليكم قبل قليل هناك دقة في التعابير وقع في الحديث شيء من التصحيف الذي نقله السيوطي أين كنت وآدم في الجنة قال كنت في صلبه وهبط بي إلى الأرض في صلبه وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في النار في صلب إبراهيم لم يلتقي لي أبوان على سفاح قط لم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة المطهرة هاديا مهدية حتى أخذ الله بالنبوة عهدي وبالإسلام ميثاقي وبين كل شيء من صفتي وأثبت في التوراة والإنجيل ذكري ورقبي إلى سمائه وشق لي اسما من أسمائه أمة الحامدون وذو العرش محمود وأنا محمد صلى الله عليك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد وعلى آلك الأطيبين الأطهرين أجمل اسم وأعذب اسم إلى قلوب المؤمنين محمد 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 صلى الله عليه وآله وإلى الصفحة الخمسين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن أبي ذار هذا 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 الصادق الأمين كما يقول صلى الله عليه وآله ما أظلت الخضراء السماء ولا أقلت الغبراء الأرض أصدق ذي لهجة من أبي ذار هذا 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 هو الصادق عن أبي ذار رضوان الله تعالى عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة الكاملة تشير إلى الدين الكامل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول خلقت أنا وعلي هذا هو الحديث الأصل وهذه المعاني الأصل هذا منطق أصدق أصدق ذي لهجة إنه أبو ذار خلقت أنا وعلي من نور واحد نسبح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألف عام فلما أن خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه ولقد سكن الجنة ونحن في صلبه ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه ولقد ركب نوح السفينة ونحن في صلبه ولقد قذف بإبراهيم في النار ونحن في صلبه فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد الله وجعل عليا في صلب أبي طالب وجعل في النبوة والبركة وجعل في علي الفصاحة والفروسية وشق لنا إسمين من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد والله الأعلى وهذا علي هل هناك أجمل من هذين الإسمين محمد وعلي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران لا زال الحديث في أجواء محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث كي تعرف الفارق الكبير بين أحاديث العترة الطاهرة ونوريتها وبين أحاديث السقيفة بن ساعدة وظلامها وضلالها وكذبها وتزويرها وتحريفها مضحوك عليكم يا شباب السنة مضحوك عليكم هذه الحقائق التي تأتي متطابقة مع القرآن وتلك الأكاذيب أكاذيب البخاري ومسلم التي تتنافر مع القرآن بدرجة مئة بالمئة سلام على أبي طالب سلام على سيدة فاطمة بنت أسد سلام على أطهر بيت وأشرف بيت كان مأوى لسيد الكائنات محمد أي بيت هذا أي بيت هذا الذي كان مأوى إلهيا ألم يجدك يتيما فآواك يا رسول الله إلى أشرف مأوى إلى أحضان أبي طالب الطاهر المطهر وإلى حجر العفيفة الشريفة التقية النقية الرضية المرضية الطاهرة المطهرة البتولة الزكية إنها والدة أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد ترجمة نانسي قنقر